أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسي للعزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأعشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أنذغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المؤسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمس لكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن إن يرد للرحمن بضرر لا تقن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلى اللفع ولا للمبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لرب وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محررون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جلات من نخيل وعناب وفجقنا فيها من العيون ليأكلوا من تبري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق من لهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها وما أن تذلك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صيخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وعدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا معواد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تؤزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلها فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العراك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تحقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوايهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على عينهم تستفق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينثر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم نعونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتبغدوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفتها فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خيق السماوات والأراب قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترزعون آمون ترجمة نانسي قنقر